نروح لنادي الزمالك اللي محدش حاسس بيه هتقول ليه محدش حاسس بيه الزمالك شغال الناس عمانا تسألوا الزمالك مش يجيب صفقات الزمالك مش يجيب لعيبة الزمالك ما عندوش الزمالك شغال وبيسأل وبيتكلم وبيشوف احتياجاتهم مع مين مع جوزفلد وفريرة الموديل فني للفريق طيب الزمالك بيفكر فيه بقى في فترة الانتقالات الحالية في فترة الانتقالات الشتوية تعالوا نشوف أولا الزمالك بيسعى وبقوة لاستعادة المدافعه محمود علاء من الاتحاد السكندري وقاطع إعاراته وذلك ردا على مفاوضات الأهلي مع مران عطية لعب وسط الاتحاد وميل إدارة النادي السكندري في بيع اللاعب لألفريق الأحمر خلال انتقالات الشتوية الجراء يعني هتده مران عطية الأهلي تبهت بقى محمود علاء هو كده الزمالك محتاج محمود علاء محتاج مدافع ثانيا لم يحسم الزمالك حتى الآن أمره من استعادة المدافعه محمود شبانة المعار لنادي سموحه وذلك رغم الأنباء الكثيرة التي تحدثت عن كرب عودة اللاعب ويأتي ذلك بسبب قيمة الشرط الجزائي في عقد الإعارة والذي سيتحمله النادي الأبيض بجانب راتب اللاعب محمود علاء عارض من شبانة الساعات الأخيرة شهدت مفاوضات قوية من إدارة نادي الزمالك مع سربيك لوبترا لضم مهاجمه النجيري جون إبوكا ومزحمة النادي الأهلي على الصفقة بعد أن حول النادي الأهلي أنظره نحو اللاعب بعد صرف النظر عن التعاقد مع الغاني عقوب ومهاجم رايو أبي البورتوغاية طيب حكاية جون إبوكا عشان حلالك تبقوا فاهمنا الأهلي جون إبوكا مش أولوية بالنسبة له الأهلي سايب جون إبوكا كحل بديل لو تعصر النادي الأهلي في ضم مهاجم أجنبي خلال فضل الانتقالات الحالية وقبل وقبل غلق باب القيد بتاعة قائمة كأس العام الأندي فيه رأيب يقول أنه جون إبوكا لعب كويس ما نضمه وخلاص ده في الأهلي نضمه وحنا ليه عمين ندور برما أن ناخد جون إبوكا قدم سرمايك لوبترا عنده سرمايك لوبترا عنده استعداد سرمايك لوبترا موافق أنه يسيب جون إبوكا للنادي الأهلي مقابل 25 مليون جنيه واثنين لعيبة من الأهلي معارين لسرمايك لوبترا يعني يسيب لهم اثنين لعيبة كمان فده العرض اللي أهلي سايبوا إيه في الضرج لحد ما شوفها عامل إيه بره نادي الزمالك شاف أن سرمايك لوبترا ما عندوش مانع يبيع جون إبوك طب أنا كمان أخش أخش أسأل وهو فعلا مهاجم جيد مهاجم جيد ناحية بس عند الأهلي أن الأهلي مش عايز يقرر القصة بتاعت والتربواليا لو تفتكروا عايزين نحن نجيب مهاجم في يناير دور 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 هات والتربواليا خلاص من الجنة عشوش عارفين نجيب حد من بر بس جون إبوكا مش والتربواليا بصراحة جون إبوكا أفضل كثيرا يعني فهي مش يعني إيه الأهلي وزمانك داخلين في جون إبوكا من بعيد لبعيد كده يعني مفيش حد فيهم رمى بياضه أو رمى ورقه لحد الوقت بس اللي اتنين بصين ليجون إبوكا رابعا دخل نادي الزمالك أيضا في مفاوضات مع نادي البنك الأهلي التعاقد مع مهاجمه الناصر منسي في الزل الطلب البرتغالي جوزفالدو فريرة الموديل فني التعاقد مع مهاجم جديد وناصر منسي من الصيف اللي الزمالك عايزه خمسا يوحث نادي الزمالك عن التعاقد مع سلاسة لعبين تحت السن في مراكز المهاجم والجناح والوسط المدافع شريطة أن تكون القيمة المالية للسلاسي ليست مرتفعة ولا تكلف غزينة النادي كثيرا سادسا عاد اسم التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق السابق والدحيل القطري الحالية تردت داخل إدارة الكرة بالزمالك لاستعدته مرة أخرى إلا أن الأمر لم يتم حسمه بشكل نهائي خصوصا في ظل الطلبات المالية التي قد يطلبها النادي القطري التخلي عن لعبه الزمالك يحب فرجاني ساسي وفرجاني ساسي بيحب الزمالك بس أكيد الأمور المالية مش تبقى سهلة وإن كان تعلمنا في السابق إنه كل حاجة ممكن فجأة تتحل في أي لحظة فرجاني لعب كبير طبعا ما زالت صفقة انتقال عبدالله سعيد إلى الزمالك يحيط بها الغموط حتى الآن رغم أن النادي الزمالك يرغب في ضم اللاعب وعبدالله نفسه يريد الانتقال للنادي الأبيض إلا أن مسؤولي ببيراميز يرفضون رحيله خصوصا بعد التعاقد مع المدرب البرتغالي جيم باشيكو خلفا لليوناني تاكيس جونيوس اللي كان عنده مشاكل مع عبدالله سعيد وخلاص مش عبدالله بقى بالنسبة للعابين الذين سيرحلون عن الزمالك يأتي يوسف أوباما في مقدمتهم والأقرب انتقاله إلى الدوري السعودي كما سمحت إدارة النادي الأبيض برحيل اللعب الشاب محمد طارق في ظل تلقي اللعب عروضا من أسوان وحرس الحدود فيما سيتم إعارض سيف فاروق عفر بعد أن تم تجديد تعاقده وذلك لاكتساب خبرات المشاركة بشكل مستمر ده ما يدور داخل نادي الزمالك في فترة الانتقالات الحالية فترة الانتقالات الشتوية